موسيقى 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 مسحل الرأي اهلا بكم مع تسارع وطيرة التغيرات المناخية وسعي الدول نحو التحول الاخضر وانتقال الى الطاقة المتجددة والمضيفة للحد من الانبعاثات الدرة جاءت الخطوات المصرية ترجمة حقيقية على ارض الواقع لمواكبة التوجه العالمي بنشر استخدامات الطاقة الخضراء الدولة المصرية حققت خلال الفترة الاخيرة نجاحات في مشاريع الطاقة الخضراء التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية من خلال تنميع مصادر انتاج الطاقة الكهربائية وايضا الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وايضا اطلقت العديد من المبادرات والمشروعات الهامة لتحفيز العمل المناخي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ الفين وخمسين لتعزيز جهود العمل المناخي والتحول الاخضر ليس في مصر فقط بل على مستوى قارة افريقيا للمزيد من التفاصيل مع ضيفنا دكتور محمد سامح نعمان الاستاذ بكلية الهندسة واستشاري الطاقة الجديدة والمتجددة اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بك على المشاهدين مع تقرير نعود ونبدأ الحلقة يوم بعد يوم يثبت ان الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو الاقتصاد الاكثر استدامة حيث تبذل جهودا كثيرة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة فقد استطاع قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة ان يلفت انظار المستثمرين بعد ان نجح في تسجيل قفزات متتالية خلال السنوات الماضية بينما وضعت الحكومة المصرية خططا طموحة لزيادة مساهمة الطاقات النظيفة والمتجددة في اجمالي انتاج الكهرباء وقد سجلت مصر في السنوات الاخيرة طفلة في انتاج الطاقة من المصادر المتجددة لتتجاوز ستة الاف جيجاوات من اجمالي طاقة الشبكة الوطنية للكهرباء المصرية لتتغير بذلك خريطة انتاج الطاقة النظيفة والمتجددة في مصر بل وجعل هذا القطاع احد اكثر قطاعات الاقتصاد المصري جذبا للمستثمرين وتنتهج الدولة المصرية استراتيجية هامة نحو زيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الاحفوري وتحويل المصر لمركز لانتاج الهيدروجين الاخضر بالمنطقة استغلالا للمزاية النسبية لمصر من توفر الاراضي اللازمة لانتاج حجم كبير من الكهرباء من الطاقة المتجددة وكذلك موقع مصر البيغرافية الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الاخضر ومشتقاته الى اوروبا والعالم تنفيذا لتلك الاستراتيجية تعزز مصر استثماراتها في الوقود الاخضر عبر محاورة مختلفة تتمثل في توليد الطاقة المتجددة الخضراء وتسعى للتحقيق حلم التنوع في مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2025 حيث تعمل الى انشاء مصنع الهيدروجين الاخضر لانتاج الامونيا وتصديرها وقد وقعت عددا من مذكرات التفاهم مع شركات وتحالفات دولية ومحلية لتنفيذ مشروعات انتاج الكهرباء من طاقة الرياح التي تساهم في خفض اندعاثات الكربون رؤية للتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في انتاج 40% من الكهرباء والاعتماد على الطاقة الشمسية من خلال انشاء العديد من المشروعات وعلى رأسها مشروع بنبان فقد نجحت في توليد الطاقة الشمسية ما يعد انجازا جديدا كارخص سعر في العالم لتوليد الطاقة الشمسية عدنا مرة اخرى مشاهدينا مع ضيفنا دكتور المهامب السامح نعمان الاستاذ بكلية الاندسة واستشاري الطاقة الجديدة والمتجددة اهلا بحضر طبعا الطاقة النظيفة هي الاتجاه يعني بيتجه للعالم ككوريل في المستقبل طبعا لتخفيف الامبعاثات الكربونية وتخفيف يعني ساني اوبسيد الكربون والتلايث يعني اللي بيحدث في العالم ككل طبعا في البداية هزينا عرف المشاهدين يعني مصادر الطاقة بالتحديد المتجددة وايضا من نظيفة الطاقة هي بتطلع من البترول باستخدم البترول او باستخدم الغاز او باستخدم الفحم او باستخدم الطاقة النهوية او باستخدم الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة هي كلمة متجددة معناها اننا ما باعتمدش على عنصر استغادموا في محطات الكهرباء عشان اخذوا الكهرباء انا بستخدم الطاقة المتجددة اما هوا اما ماء اما رياح يعني لا تنضب مش بكينتية هي بتاعتبر مريدة في الطبيعة بس وفي زو سيرمن اللي هو الحرارية لتحت الارض دي الطاقة برضو متجددة والهايدروجين اللي مستخدم او الاكثر استخدامهم في العالم الشمسي والرياح والمياه والجاية في الطريق ان شاء الله بسرعة الهيدروجين دول بيسموا طاقة متجددة طاقة متجددة لو قرنتها بأي نوع من انواع الطاقة التانية لو قرنتها مثلا بالفحم الفحم كل كيلو يات باخده من الفحم بيديه حوالي كيلو ومتين جرام او كيلو وربع سانوكسي كاربون لكل كيلو يات باخد كده طيب لو استخدمت السرار مقارب للفحم لو استخدمت الغاز بيديه من 400 ل 450 جرام سانوكسي كاربون لو استخدمت الطاقة المتجددة المياه المياه بتديه لكل كيلو وات حوالي 5 جرام الرياح بتديه حوالي 10 جرام سانوكسي كاربون الواحة الفوتوفيرتك اللي هي الدوئية تاعت الطاقة الشمسية بتديه حوالي 46 جرام فإذا هي تستخدم طاقة تستخدم طاقة لتنضب اللي هي موجودة في الطبيعة سانين هي دارة تماما بالبيع وغير مكلفة بس هي يعني اعتقر فترسته في الاول مكلف ولكن سعر الطاقة اللي طالع من المهم يعني المياه بيض حوالي نص سنت سنت بكتير كيلو وات الرياح أرخص من البترول والغاز التاكير الرياح بيوصل حوالي 3 سنت 4 سنت الشمسية حوالي 2 سنت الغاز 4 سنت اللي طبعا الفحمة أكثر مع أن الفحمة رخيص ولكن المكويات بتاعته علشان يمتجي الطاقة حتى عملية استخراج والغاز مكلف والبترول مكلف إنهم إنهم ما بدورشوا على هوا ولا على شمس ما يجوزين عمد طاقة فهو ده دي أرموها الطاقة المطاقة أما النووية فهي النووية هي الانبعاث بتاع أولاي القوي حوالي 10 جرام لكل كيلو الانبعاث بتاع النووية هو أقل كمان يستقبل في إيه الطاقة نووية كهرباء وإيه كهرباء والطاقة وسعر الطاقة الكهرباء بس ما فيهاش خطورة لا لا ما فيهاش خطورة خطورة اللي فاتت علشان كان فيه عدم الأمان بالنسبة لي من مولادات الكهرباء في وقتها لو حصل لقدر الله تسريب أو انفجار أو حال حتى بزيكم ده لا نووية لو بصف بلك الزمان اما دلوقتي كل محطات الطاقة النووية الجديدة فيها عوامل أمان خطورة يعني عالية جداً ولا تأثير ولا قدر الله حتى لو لأنها أقسم بتعتمد على تبريد دهماية حتى لو الموت قطعت عنها في تبريد وهتحصل مشكلة بتتجفن تحت الأرض وتتفرع عليها في مكانها فمريعة حتى تتعامل طيب مصر مهتمة بأي نوع من الطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة هي مصر بصراحة ديوم ما بدأنا من 2014 مهتمة بكل يعني احنا كان عندنا مشكلة في الطاقة الكهرباء كان عندنا نقص حوالي 6 جيجا وده كان ناتج من نقص الصغار والغاز لمحطات الغاز وما كانش فيه صيامة كاملة لمحطات الكهرباء أسف لمحطات الكهرباء فمن 2014 بدأنا نعمل الخطوة السريعة للعلاج اللي هي الخطوة الحل السريع ان احنا وفرنا الغاز ووفرنا السرار لمحطات وعملنا السيانة السريعة فبدأت المحطات تشتغل وعملنا الخطة الأجيلة ان احنا عملنا ثلاث محطات كهرباء عملنا ثلاث محطات كهرباء في بنسويف والعسامة الإدارية والمحطة التالتة الثلاثة دول اجمالي بتاعنا 14 و 18 رجيجة فبالإضافة للست اللي كانوا محطين بدأت عندنا فقط ده الخط في المحطات التالتة في البورولوس ده الخط في المحطات الطاقة التقليدية للكهرباء التقليد على حطة انتاج الطاقة النووية اللي كانت موجودة في الدبعة وبدأنا في مشاريع الطاقة المتجددة على التوازي بدأنا في الشمسية أصبح عندنا محطة بنبان أكبر محطة موجودة في الشرق الأوسط الانتاج بتاع الوقت حوالي 1.6 ميجا يعني 1.5 جيجة تقريبا ده محطة الطاقة الشمسية عندنا حوالي 650 ميجا طاقة رياح موجودة في أصغارب وفي خليج الزيت عندنا محطات الطاقة المتجددة من المياه أصلا موجود السد العالي انتاج 1.8 ميجا 1.8 ميجا عندنا سدق سود 30 ميجا وعندنا محطة جبل عتاء محطة جبل عتاء احنا بنرفع المياه بالطاقة الشمسية فوق جبل عتاء وفوق جبل عتاء فيه زي خزان صناعي موجود فوق المياه بتنزل على 8 قنامات كل قنامات فيها 300 ميجا إجمالي الطاقة اللي طالعة من جبل عتاء 2.4 ميجا يعني 2.400 ميجا دي أول محطة موجودة في الشرق الأوسط والخمسة عالمية فإذا احنا اشتغلنا على التوازي في كل دول اشتغلنا في الطاقة نوية الطاقة متجددة والطاقة الطاقة دي وبالتالي الإجمالي دي عندنا احنا بنتج حوالي 60 جيجا بالمبنع معدد طاقة نوية لسه ما لا خلتش في الشبك بالتالي احنا بنتجدهم تقريبا حوالي 30 جيجا فعندنا نفاق كبير نفاق كبير ده احنا عندنا خمس محاور نقدر نصدر منهم الطاقة والخمس محاور تعملهم قدريد او تعملهم تطوير لزيادة الساعة للتصدير الخمس محاور بيغطوا اوروبا بيغطوا اسيا بيغطوا افراقيا طبعا مصر تتمتع طول السنة بالشمس بالرياح بالمياه طبعا هيدروجين الاخضر هل فيه طبعا خطة مستقبلية لتصدير المصادر الطبيعية ذي للخارج سواء كانت اوروبا لان اوروبا طبعا في الشتاء برد قارس جدا ما عندهمش طبعا غاز طبيعي كانت مشكلة كبيرة كمان الشتاء ده فإذا ما هي للمستقبل حوى حديثك احنا من سنتين بدأنا في خط تصدير الكهربا من عند دنيات لأوروبا من بشارة القبرس وبعد كده لأوروبا الخط ده طول حوالي 1650 كيلو ده خط بحري بين الاتنين جيجا قبل انه يوصل لحب اربعة جيجا ده حتميل طاقة متجددة طاقة شمسية حتصدر ده خط منهم للتصدير كمان احنا عندنا خط من في اتجاه الاردن الاردن سوريا لبنان الوقت يحيربط على الاراء وكان الخط اصل المفروض يطلع لتركيا الكلام ده مبيض من سنت ستين والخط ده الكباس بتاعته عالية اترفع على اتنين من خمسونية لواحد جيجا دلوقتي وقبل الازادة ما تبقى الاتنين عندنا خط تاني بيطلع على شمال افريقيا بيطلع من مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب وجبل طهر يطلع لأوروبا ده الخط برضو كان خمسونية واترفع على واحد جيجا ده خط قوي وعندنا خط المزدوج دينا وبين السعودية ده برضو خط تصدير كهرباء اتنين حيترفع على اربعة من جيجا وعندنا خط الجنوب لأفريقيا من شلال اسوار من خلال السودان وده خمسونية ميجا واترفع على واحد جيجا وحيبقى على اتنين جيجا ان شاء الله فزين احنا الكهرباء اللي هي الانتاج الزيادة بمصادر تصدير وعلى فكرة في الايام قادمة كلها معظم التصدير لاوروبا الشرط الرئيسي بتاعهم ان تكون الطاقة طاقة متجددة طاقة نظيفة طاقة خضراء فهو ده الهدف الرئيسي بتاعنا وهتضاف علينا ان شاء الله الطاقة نموية بالاضافة للمحطات الطاقة الجديدة اللي بتتعمل حاليا بعد كوب 27 وضيفت محطات كتير جدا تحت الانشاء من احد جيجا طاقة رياح واكتر من احد ونص جيجا طاقة شمسية طيب طبعا في مؤتمر مناخ كوب 27 مصر استضافة المناخ السنادي طبعا كان فيه عدة تسريحات هامة جدا ومن انه طبعا التأكيد على الاستغناء عن الوقود الاحفوري لانه كان من اهم الاشياء اللي بتلوث الكرة الارضية كلمنا اكتر عن قدول الاحفوري وطبعا هم فيه بداء لها الطاقة النظيفة الوقود الاحفوري اللي هو هابقى الفحم والبترول والغاز التلاتة دول مليون ما تواجدوا وبدأنا نستخدمهم بدأ المناخ عندنا يبقى فيه مشكلة لان كم ثانيوكسيد الكربون اللي بيطلع من عبارة البترول اصنع الاستخراج وعبارة الغاز والفحم كم من ثانيوكسيد كبير جدا ومن حوالي اكتر من 25 سنة بدأوا انهما يدوا تعليمات لمحطات البترول لشركات البترول بتاع من الحفر عما يقال لهم انه كنتوا لازم تعملوا مواد طمتص ثانيوكسيد الكربون او تقلل انبعاثات ثانيوكسيد الكربون للجو الشركات كتير بدأت تشتغل شركة واثنين بدأت تنفرز وتستخدمها ولكن بقية الشركات ما استخدمتش علشان ما كانش فيه رقابة وفيه الزام بدأت الشركات اللي بتشتغل تشير ايدا من هذا المضوع انما حاليا اصبحت فرض عليهم انه ما عملوا هذا الكلام بعد المشاكل اللي ان المصانع تستخدم المحطات اللي بتعمل الكشف على قبار البترول طب بالنسبة للمصانع اللي احنا بنشوفها بيستخدموا الفحم او بيستخدموا اي اي شيء بيلوث الكوكب او الكرة الارضية هل فيه اي عواقب او اي قوانين راضيعة للمصانع او تمام في اوروبا اوروبا عندهم تصريح اه انبعاثات كل مصنع له كم انبعاثات لا يتعدها واحيانا المصانع احيانا المصانع دي بتتاجر في هذه الرخصة لان كل مصنع اه مثلا في انجلترا انجلترا كمية الانبعاثات المفروض لا تزيد عن كم المعين الكم المعين ده بيبتود يوزعوه على على المصانع فاذا المصنع او صدر منه كمية سانوكسي الكربون اكتر من الرخصة المصارح ديها بيبتود عليها قبات شديدة جدا اه ثانين كل مصانع الطاقة اللي بتستخدم الفحم اه المفروض بتتلغي في اوروبا بس بعد المشكلة ما بين اوكرانيا وروسيا كلهم برجاء وتاني الى الفحم موجود في العالم 2400 محطة انتاج طاقة كهربائية من الفحم اه معظمها في افريقيا وفي اوروبا اه 40% من انتاج الطاقة كهربائية في امريكا من الفحم اه دولها الهوزمة كلها بتستخدم الفحم لانه هو سري وخيص وبينيني طاقة اعالية الطاقة يعني بيني الطاقة اللي انا عايزها وبالتالي انا بستخدمها في المصانع كتير يعني الصين بتستخدم كانوا زمان بستخدمه في اه رقصة مكانش مكلف المكانش مكلف اه من اليوم اظهرت الماشين اللي بتشتغل بالاوقود الاحثوري بدأت البيئة تتلوس اكير اه الان مشاهدون اننا في فقرة الصحافة ونتعرف على أن ما كتبته الصحافة عن الطاقة النظيفة والمتجددة ونعود مرة أخرى نعود مرة أخرى مشاهدينا طبعا حديثنا طبعا متواصل عن الطاقة النظيفة والمتجددة عايزين برضو نتعرف من حضرتك كمية الصادرات من الغاز الطبيعي أو من الفحم أو من الطاقة المتجددة طبعا إذا حتمثل طبعا أكيد دخل عالي جدا للدولة أكيد كيف يمكن استخدام هذه المصانع أو هذه المصادر أيضا في مشاريع أخرى لخلاف الصادرات وحديك إحنا لو حطينا يعني عشان بقى نبتدي نتقارن وجود الغاز وجود الطاقة النظيفة إيه دخلاء إيه تأثيرها على الاقتصاد الاقتصاد للمصر بالزرق هنشوف لو أنا أنا لو ما بستخدم الغاز أنا بستخدم الوحدة الحرارية بتديني حوالي 150 كيلو واط في الساعة الوحدة الحرارية مصر بتديها لمحطات الطاقة الكهربائية بـ 3 دولار الوحدة الحرارية دي لو أنا استخدمتها في البترو الكيمويات بكسب 10 أضعف بكسب 10 أضعف منها لو صدرتها بكسب على الأقل 9 أضعف طيب لما يجي بقى أقارن أنا بقى متجددة بقى متجددة بقى متجددة لو مسكت محطة بنبان 1.5 جيجا 1.5 جيجا دي بتوفرني في الساعة الوحدة 10.000 واحدة حرارية 10.000 واحدة حرارية بستخدمها بوفر غاز 10.000 واحدة حرارية يبقى 10.000 واحدة حرارية لو في الساعة لو استخدمها في البترو الكيمويات بكسب 10 أضعف لو استخدمتها في التصدير بكسب حوالي من 9 إلى 10 أضعف لو استخدمتها في التصدير من 3 شهور فاته 4 شهور كانت الوحدة الحرارية لجبا 27 4.8 دولار أكيد الآن مشاهدين مع تقرير الصحافة ونتعرف على أهم ما كتابته الصحافة عن الطاقة النظيفة ونعود مرة أخرى موسيقى الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة يشير إلى أن مصر شهدت نقلة كبرى في المشروعات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال الأعوام القليلة الماضية مضيفا أن ثراء مصر بالمواد الطبيعية سيمكنها من تحقيق هدف 42% من مشاركة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2035 ويشير الدكتور هاني النقراشي خبير الطاقة العالمية إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية الحرارية في مصر أفضل من الرياح وتحقق أعلى معدل إنتاج للطاقة بنسبة 80% من خلال تقنية التخزين الحراري الذي يمتد إلى 14 ساعة والتي تحقق وهدف الإحلال الكامل للمحطات الكهربائية التقليدية بشرط سطوع الشمس 355 يوما في السنة وهو شرط متوفر في مصر بينما يؤكد الدكتور أحمد حجازي رئيس دمعية مصر الطاقة الخضراء أن هناك ما يؤهل مصر لتكون رائدة في مجال الهايدروجين الأخضر مثل تمتعها بمصادر طبيعية ضخمة كالطاقة الشمسية والرياح فضلا عن السواحل الضخمة وصولا إلى قناة السويس لفتا إلى أن موقع مصر المتميز بين القرات يؤهلها لإنتاج الهايدروجين الأخضر وتصديره للعالم وأخيرا الدكتور عمر الحسيني البحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يقول أن العالم يتصارع على أن يحصل على حصة من سوق الهايدروجين الأخضر لأنه ينمو في الوقت الحالي ولفتا إلى أنه تم إنشاء أول منشاء لإنتاج الهايدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبدأ استعماله في بعض القطاعات الصناعية مثل صناعة الأسمدة موضحا أن مصر أصبحت ملسق لاستقبال أنواع مختلفة من الطاقة عدنا مرة أخرى مشاهدينا نعود محضرتك طبع لنفس الموضوع وهو فرق الصادرات بين الغاز الطبيعي وبين المصادر الطاقة الطبيعية حضرك إحنا كنا نتكلم عن الطاقة الشمسية والغاز فأنا لما بوفر في أن يكون عندي محطة مثل بيمبال بوفر منها 10 تلاف واحدة حرارية في الساعة يبقى إذن أنا بوفر الكمية دي أقدر أخذها 10 أضعاف مكسبها 10 أضعاف في البتروكيمويات أو بعمل لها تصدير طيب إيه تامي لو أنا استخدمته في الغاز الغاز أنا باستخدمه لو أنا أفرت له باستخدمه في تموين السيارات إحنا عندنا 400 ألف تحولته بقى السيارات بالغاز الطبيعي إيه الفرق بقى بين الغاز الطبيعي في السيارات والمفط والبنزين البنزين أمدأ متر مكهب يعني بيوفر لي لتر بنزين الـ 400 ألف دول منهم 300 ألف سيارات ملاكي السيارة الملاكي المتوسط بتها 10 لتر في اليوم إيه أنا لما بوسع 300 ألف في العشرة هي توفر لي 3 مليون لتر بنزين في اليوم من السيارات الملاكي والـ 100 ألف دي سيارات ميكرو باسات الميكرو باس بيستخدم حوالي 30 لتر في اليوم يبقى أنا بوضع 3 مليون لتر بنزين من السيارات الميكرو باس يبقى أنا بوضع ملاكي لما بستخدم الغاز في السيارات بوفر 6 مليون لتر بنزين في اليوم أنا بستورد البنزين يبقى أنا لما بوفر بنزين كده يبقى أنا وفرت للدولة إنا تستوردش Bristol من الخارج هذا قطعة طيب لو أنا بستخدمه في المنازل يعني أن البنزة بتعد الغاز وصل هожалуйста ى bothers المظام في المنازل وفي المصنع وصل حوالي 13 مليون واحدة انا كنت باستورد انا بيه بالبوتجاز الاسطوانات الاسطوانات دي تكلفت علي حوالي 185 جنيه للاسطوانات ده زمان وكنت باستوردها في حدود 70 جنيه فكل دي العكس ده تكلفة على الدار فانا كنت باستورد من 300 مليون اسطوانات في السنة دلوقتي انا قللت الكلام ده تقريبا للتلت فاذا انا وفيت استيرار الاسطوانات من الخارج ده بالنسبة للغاز الغاز دلوقتي احنا الحمده اللي عندنا حصل عندنا اكتشافين اول اتنين على مستوى العالم في شهر واحد اللي هو الدميات ونرجس الاتنين دول لما يضافوا على الغاز عندنا يبقى احنا كده عندنا اولا عندنا امكانيات التصدير غاز طبيعي مسالي 8 مليون تلنا في السنة وده رقم من السهل طيب المحطات بتاعتنا في القسالة ما بتزيدش عن 8 مليون هل احنا نقدر نصدر اكتر بالفقد اللي عندنا نقدر نصدر الغاز لان احنا عندنا خط نبيب بيطلع من مصر بيطلع على الارض بطلع على سوريا فرق منه طلع على لبنان والفرع الثالث اللي هو ماقص لو وصل بيننا وبين تركيا و 62 كيلو يبقى نقدر نوصل الغاز بتاعنا على حد اوروبا ايه 62 كيلو اللي بيننا وبين تركيا اللي هو كان مفروض تعمل فيه 20 عشرة وما تمش نتيجة المشاكل السياسية اللي كانت موجودة فده لو تم واحنا عندنا نفاقد نقدر نصدره من خلال الغاز من خلال البايبس طيب البايبس اللي هو الانبيب 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 تقدر تتحمل قد ايه انتاج في السنة عشرة مليار متر مكعب يعني تمانية تن تاني يبقى اذا مصر عندها الامكانية انها تعمل تصدير حتى 16 مليون تن مكعب سنويا من الغاز تمانية مساني وتمانية كغاز مصر طبعا بتتميز انها الدولة اللي حيضة في شكل اصل عندها اسالي الغاز وبالتالي احنا الدولة التانية بتبعت عندنا احنا ملأسرة وتبتدي تبيعها طب ايه هو دور القتاع الخاص في هذا المجال هالي دور ام الدولة يعني هي اللي بتتولى هذا الموضوع والله هي محطط بين بان كل اقتع خاص باشراف من الدولة وهي اللي عملت الواحد ونص جيب وهي لما بدأت حتى تاخد قروض من البنوك كانت وزارة القاربة هي اللي ضونا لها فهي لبزارة القاربة لساعدة الانشاء بنبان من القطاع الخاص القطاع الخاص الامارات مشاركة معنا بواحد كيجا ده كان في مقتام ركوب 27 طاقة رياح وفي 750 طاقة شمسية برضو شركات اجنبية ملغودة وفي 500 تانية في الجنون عند بنبانج يعني هما بيستفيدوا بجزء من العرباح يعني هما بيدون الارض مقابل للإيجار معين والنقل على الشبكة على يفروس نقل الكهرباء على الشبكة على يفروس لها سعر معين يعني طيب بالنسبة له طيب بالنسبة لهيدروجين الاخضر يعني كيفية تحويل المياه الى هيدروجين اخضر طبعا هي عملية اعتقد يعني مش معقدة ولكنها يعني برضو هل هي مكلفة ام لا يعني حديث بالنسبة لهيدروجين الاخضر مصر قبل كوب 27 احنا قبل كوب 27 بسنتين كان عندنا 22 مذكر التفاهم لإنتاج الهيدروجين الاخضر والشركات دي كلها شركات اجنبية وما جيتش من فراغ لان عمر الدراسة على شمال افريقيا بالكامل لقيت ان انسب دولة لإنتاج الهيدروجين الاخضر هي جميلة مصر عربية لسبابين باسين عشان الهيدروجين اخضر يبقى انا عندي مياه وان عندي طاقة متجددة فها لات ان الطاقة متجددة من 2014 ل2017 دولة مميزة على مصطور الشرق الاوسط وافريقيا وبالتالي احنا عندنا 3000 كم ساحل المياه والبحر الاحمر والبحر الابد المتواصل فبالتالي مقدر نطلع عندنا مياه الاتنين مع بعض يقدر نطلع الهيدروجين اخضر كمان بالاضافة ان من شهرين بدأنا في انتاج المعدات اللي بتعمل الهيدروجين الاخضر اللي بتعمل التحليل للمياه بانتاج محلي فاصبحت المكونات والامكانيات الطبعية انا لسا كنت احضر حضرتك فعلا على توطين السماعات اللي بيتم استخدامها للطاقة النظيفة اه او للطاقة النظيفة عمتا اه توطين السماعات دي كلها هتكون داخليا في مصر هذا هو اللي سبق صراحة يعني انما الطاقة الشمسية لسه ما هيش ما نقدرش نقول الكفاءة الممكنة لانتاج وحدات طاقة الشمسية او الوحدة طاقة الشمسية في مصر ولا الريح لان الريح بنعمل جزء من الريح او الريح ومش هي كلها التوربينة التوربينة جزء يعني فالريح جزء منها انما الهيدروجين الاخضر اصبح هو تقريبا الكامل متكامل في الكائنون بتاعته ان عندنا الطاقة المتجددة موجودة عندنا المية والتحليل ومحطات التحليل موجودة فاذا نقص المعودة اللي بتعمل هذا الكلام المعودة تم تصنعها موجودة في مصر ويبقى في الاختبار فبالتاني المستثمر اللي جاي مببرة جاي للأساسيات موجودة المصادر الطبعية نفسها بالاضافة من منطقة فيه تقريبين طلعوا من منظمة الطاقة العالمية لأساسها موجودة في فرنسا قال ان محور قناة السويس هو محور رح يبقى محور عالمي نقص المتجددة لانتاج الهيدروجين وتمويل السفد لانه في قناة سويس جهزوا مكان كامل لانتاج طاقة الهيدروجين مع وقت مكان كامل وعملوا بخطوط ربط بينه وبين المينة خاص ربط خاص وعملوا مكان تغزيل الهيدروجين وعملوا مينة خاصة لتصدير الهيدروجين وجهز محطات الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية عمل محطات طاقة تحليل عمل محطات طاقة كهربائية إضافية فإذن البن الأساسية الـ infrastructure موجود والمكاولات والمعادات والطاقة المتجددة موجودة فإذا ما فيش أي مشكلة المستثمت بيجي كأن ترنكي بيشتعل عرض أكيد دكتور المناند السامح نعمان أساس بكلية الهندسة واستشار الطاقة الجديدة المتجددة شكرا جدا لوجود حضرتك النهاردة معنا وشكرا جدا على المعلومات القيمة عن الحضرتك أفتنا بيامس شكرا جدا لكل مشاهدين على المتابعة وإن شاء الله يتجدد اللقاء